ووصف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي قصف قوات للحجر الشعبي بمنطقة جرف النصر بتصعيدا خطيرا فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية ومحاولة للإخلال بالوضع الأمنية الداخلية المستقرة وقال إن الحكومة العراقية هي المعنية حصرا بتنفيذ القانون ومحاسبة المخالفين ولا يحق لأي جهة خارجية أداء هذا الدور نيابة عنها مضيفا أي عمل أو نشاط مسلح يتم ارتكابه من خارج المؤسسة العسكرية يعد عملا مدانا ونشاطا خارجا عن القانون ويعرض المصلحة الوطنية العليا للخطر ولفت العوادي لأن القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد الشيعة السوداني وجه القوات المسلحة كافة وجميع الأجهزة الأمنية لعدم السماح لأي جهة أن تخل أو تضر بأمن البلاد واستقرارها الذي تحقق بتضحيات ألاف الشهداء من أبناء العراق